السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لتحويل الدولار من المحفظة إلى محفظة. فالدولار الذي يمكننا نحويله هو المحفظة فيم. المحفظة فيم والد. فإذا كان هناك محفظة الإشارات والنتوورك والد. محفظة الفارق. فهنا كي نحويله أخصا نقوم بسواب. أما نقوم بسواب هذه. إذا كانت المحفظة. كانت هناك سواب. بنبعد ما نقوم بسواب. سأقوم بسواب. يعني نقوم بسواب. سنحول لديك الفلوس والدولار من المحفظة الإشارة. لم يحفظت فيم والد. لم يحفظت فيم والد. لم يحفظت فيم والد كنستعملها في جوجل الحويج. لنحويل الدولار من حساب إلى حساب آخر أو بإنفعله حسابنا أو حساب آخر. يعني للتحويل أو للتفعيل. هنا نضع المبلغ الذي يريد أن نحول لنفرد أقل حاجة إيه 1 دولار لنفرد مثلا لنفرد مثلا 10 دولار لأنه لا يريد أن نحول هنا نضع الكود بين مثلا لنفرد كود بين 4 الزرورات مثلا نضع الوضع ويضع الوضع لأنني أدري 7 ودرت 10 ودرت الكود غالد يعني إذا نضع المبلغ سيضع الوضع سيضع الوضع سيضع المحفظة فيم فهذه المحفظة التي لديها 12 ثم يمكننا أن نحول يعني هذا الدولار يمكننا أن نحوله المحفظة أخرى فهنا سوف نضع ميوالد سوف نضع المحفظة فيم ومن ثم نضع تقوم بحفظة التقوم بحفظة ما سوف تحتاجه هو الوضع الوضع و الوضع الوضع هنا تقوم بحفظة تقوم بحفظة يتحول تقوم بحفظة هنا اضع المبلغ اللي بغيتي مثلا 12 دولار هنا اضع ال ID هنا اضع ال ID هنا فريد مثلا اضع ال ID مباشرة اضع ال اسمية لا اضع ال اسمي لان اضع ال ID اضع ال ID اضع ال username اضع ال اسم اضع ال IRA اضع ال اسمي لان يضع ال CTY اضع ال اسمي لد اضع ال Maria شكرا